السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شرطونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة لنا اليوم رحين نفرجيكم تكتيك أسطوري جداً هذا التكتيك اسمه تضحية الفيلين أو الدبل بيشوب سكريفايز هذا التكتيك لو عرفته حيخليك تكسب جيمات بطريقة رهيبة جداً 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 بخمسة عشر نقلة ستعاشر نقلة وانا رح فرجيكم جيمات الي لما تعلمتوا شلون موضوع كثير فرق معي وطور من المستوي وخلاني اكسب كتير كما رحين نجيب جيمات ل أبطال عالم عشان فرجيكم الموضوع حتى بيمشي على المستوى العالي ما انه هو خاطئ مثلاً أو شي لا هي فكرة تكتيكية ممكن انك تلعبها فرحين نجيب أمثل عليا والبي جي اين تبع هاي الحلقة رح تلاقي موجود لو انت بحب ترجع له بأي وقت بالمستبل خلونا نبلش بالمباراة الاولى امانويل اسكر اللي هو بطل عالم وكثير الناس يعتبروا أقوى لعب شطرنج بالتاريخ لأنه تم بطل عالم سبعة عشر سنة أو سبعة وشرين سنة آسف تمام همجنا عبد الباور وهي المباراة كثير مشهورة وسبقاً احنا نزلناها بالقناة اما نويل اسكر بلش بالأفور اللي هو اسمه البرد أوبنينج أو الدتش أوبنينج لأنه انت بتلعب بالأبيض بلما تلعب بالأسود دتش دفنس أو الدفاع اللي انت بتبلش به الدتش أوبنينج اللي هو دتش معك نقل زيادة الهدف من الافور تقريباً هو نفسه نفس البي ثري يعني غالباً الافور والبي ثري يبلتقوا بعدين بالآخر لأنه الأسود بيكون الهدف من يعني الفتاحيتين هدف واحد أنه أنا لعب افور اي ثري وحط فين على البي تو ويكون عندي سيطرة على خانتا ال اي فايف و ال دي فور بعد البي ثري نجم كامل اي سكس بيشوب على البي تو بيشوب على ال اي سبن وهون بتبلش الفكرة طبعنا بيشوب على الدي ثري غالباً هاي النقلة غريبة وإنت أول ما تشوفها بتقول شو الفكرة ما بيشوب دي ثري ليش لأنه حط فيل على الدي ثري هيك بس الفكرة أنه أنا بديكون عندي فيلين ضربين على ال ات سبن وال جي سبن وهاي بداية ال دابل بيشوب سكريفايس وهاي شغلة أنا بقترحها بي الكورس تبعي كورس بي ثري وراح فرجيكم جيم بي ثري بهذه الحلقة أنه أنت تحط فيل تبعك على الدي ثري لأ هاي شغلين مانا دائما منيحة لانو انت بتخلي الفيل تبعك قدام بيدق بيدق وسط وثقاري بتحكي لك ما تعمل هالشي بس انا يعني المين لاين تبعي بحكي لك انك تطلع نايت F3 وبعد C5 ممكن تيجي بشب B5 او لو ما لعب C5 تيجي بشب E2 هاي بالكورس ان هيك شارح كمان بعطنك بشب D3 لو بدك تغامر فانت عندك الاختيار الجيم كمل بشب D3 وانو اسمه قولنا هاي لازم تلعب مشان تلعب الدابل بشب ساكريفايز الاسور هو نكمل بنقلة الB6 نايت على الF3 بشب على الB7 ونايت على C3 ناشر الاحصان تبعه نايت بي D7 تبيض قصير من الطرفين ونايت E2 اللي فكرته انه انا ما بدي اسكر على هالفيل تبعي الاحصان تبعي ممكن انه انا اعمله منوفرس نفس نايت G3 نايت على الH5 وممكن انه انا منك احطه على الD4 بجيم كمل C5 غالبا ما نعنات على الD4 حط الاحصان تبعه على الG3 واكوين على C7 ونايت على ال E5 بمركز الاحصان تبعه ونايت H5 كمان ممكن تكون فكرة مشان ازيح المدافع واخلي هون الفيلين ضربين على اخليهم مفتوح لهم واخليهم ضربين على الH7 و LG7 كمل جيم نايت تيكس E5 مش بتيكس على ال E5 اعطيني الوزير وزاح وزيره على السي سيكس مشان يكون ضرب على ال G2 هون لازكر لعب يكون E2 مشان يحمي ال G2 ومستقبلا اي دزات نفس D4 C4 مثلا تيكس تيكس وافتح له الوزير ما راح تكون مزعجة وبعالي ال QE2 الاسوال هون لعب SX وبهذا الوضع الفيلين اقوية جدا بس شون بصوروا اقوى لو لاسكر لعب نايت H5 نايت H5 ما بس هرفة انه انا بدي اكل هون وهيك واخرب لك البارق هرفة الاكبر انه بدي افتح للقلعة بدي اجي روك F3 روك G3 روك H3 وهون انيجي للشرط التاني عشان تعمل الدبل بشبسك ريفاز بس يكون عندك فيلين فيه العد D3 وفيه العد B2 او على قل ضربين على هوا المربعين وتكون القلعة غادرة تطلع على ال F3 وهي الشي بسموه رجوحة القلعة او روك سوينجر فانا كمان عامل عنه حلقة او حلقة يعني ما حلقة حلقة بس ذكروا بحلقة ممكن انه اطرك لك الرابط تابع بالدسكريبشن الى بعد النايت H5 لانه نايت XF6 تهديد وانه الاسود اكل نايت XH5 وهون بيبلش التكتيك تابعنا واقفل الفيديو وحاول تلاقي النقل الرهيبة او النقلات الرهيبة اللي هون لعبة الاسكر بداية بلش بي BXH7 والهدف انه بعد KXH7 اللي اجبارية QXH5 اجباري انك انت مدرجع على ال G8 والتضحي بالفيل الثاني BXG7 لاحظ انه انا اعطيتك الفيلين هلا انت مجبارة نقطاك ولا انه لوزحت قلعتك في QH8 كشمات فابنك تاكو ال KingTex على ال G7 اللي عملته انا انه انا اخلصت من الحصان تبعك ضحيت بالفيلين تبعي وافتحت عمود ال H و عمودة G ورح استغللهم بانه انا اهجم عليك رح العاب QG4 check اطلع بالقلعة تبعي واعطيك كشمات هلا قبل ما انت تطلع بالقلعة تبعك مهم انك انت هنا تلعب QG4 check مهم كتير هاي النقلة لانه لو انت هنا تلعب ترك F3 ممكن ان هو مثل يلعب Rook G8 او Rook H8 تمام ويهرب لورا يرجع لورا فانت ما بدك ايهرب لورا بتلعب QG4 check مشان تجبره يجي على عمود ال H هون KingF6 ممنوع لانه QG5 كشمات فابنك تجبره يجي على عمود ال H ال game كمل KingH7 هلا بنحكي ليش ورك F3 ورك H3 كشمات ما الى حل ال game خلص بال game هاد كان الى حل وهذا يعني شيء لكي يعني او شيء محظوظ كان في الاسود ان هو لعب D5 مشان يغطى على الكشة بس خسر وزيره وبعدين Rook H3 اكل الوزير وبعد QD7 كان في double attack على الفيلين اخذ احد الفيلين وبعد اكمل نقله اكل على E5 فتح عمود ال F بعدين لعب E6 QG6 اكل 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 تجي QH8 check اخذ القرعة التانية وانكن كان مكسب الردية بعد تفحيت الفيل الاولى QD3 هون اوكي ضحها بالوزير مرة تانية لانه لو اخذت وزيري فانا عندي كتير بارق هو بده يبسط فعليا فانو من راجع كل شي صار او الشغلات المهمة رقم واحد حط الفيلة تابعك على المربعات تابعهم لما يكونوا ضربين على هون المربعين تمام؟ وبعدين حاول تخلص من المدافعين وبعدين ضحي وطلع القلعة تابعك على F3 تمام؟ وشغلة مهمة ما تروحهم استعجل فورو تطلع القلعة تابعك على F3 لا بتكشو اول شي من G4 مشان تجبره يرجع على عمود ال H تمام؟ بعدين روك F3 روك H3 ممكن انك انت تبعث لي ايميل تحكيني اغير انا طبقت وممكن انه انا اعطيك كورس مجاني طبعا ما رح رود على الايميل تمعك اوك ما علينا بعد الجيم هذا ما خلص الفكر هاي كتير كتير انتشرت وكتير ناس عجبتون الفكرة وبالشي تطلع التكتيكات خلونا نشوف جيم تاني الجيم التاني كان بين ناعب اسمه انثوني مايلز وولتر شون براون الجيم بلج تقليبا نفس الشي يعني او ما نفس الشي هذا جيم يعني ما كان نفس الفكرة بس وصلنا لنفس الوضع الابيض هو لعب B4 وحط فيله على B2 تركز بس على الستب تبع القطاع ما مهم الأوبنينج هو ممكن يطلع من اي اوبنينج كان بس بتصير كتير بال B3 وبال F4 لانه انت فورا بتحط فيلك على B2 بس يمكن تصير من اي اوبنينج فانت بس ركز على الستب او تشكيلة القطاع تمام؟ مشوب B2 روك C1 لعب هون D4 اكل 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 احنا قلنا ما رح نركز على الجيم ابدا لانه انا عم محلل لك فكرة ما عم محلل لك جيم وبعد الكون تيكس F3 الجيم يكمل بشوب D7 بشوب D3 الفيل هون قوي جدا وحطوا على المربع الصحيح هو ضارب على الات 7 وقلنا مشان تصبط الدبل بشوب سكريفاز شو لازم يكون عندي فيلين ضربين قلعة مستعدة انه هي تلف وولا قطع تكون مدافع على الملك خصمي فبعد البيشوب C6 لعب نات E4 لماذا؟ بشان يفتحنا الفيل الاولاني ويكسر قطع او يخلص بالمدافعين يعني الجيم كامل نايت تيكس E4 وبشوب تيكس E4 الاسور هون كان ممكن يكسر هيك مثلا بشوب تيكس E4 بس هاي شغل لازم تتخليها بالك ولازم تخلط بها الاستراتيجية والتكتيك يعني حتى لو ما ظهر التكتيك تبعك تكون عارف ان استراتيجيا هالووضع مكسب لاحظوا دلش هالفيل سيء وهالفيل كان قوي مثلا فانا لو كسرتهم فانا انا ربحت هاي بتكون صفقة مربح عليلي والبيسابين بيكون ضعيف الفيل هذا بيكون اسطوري ولسه بيكون عندي افكار رجومية وبعد البيشوب تيكس E4 البيشوب تيكس E4 البيشوب تيكس E4 البيشوب تيكس E4 هذا الشيء اللي لعبه الاسود لكمل البيشوب تبيت قصير روك على الديات وهون كم مرة اللعبه البيشوب سكريفايز بيشوب تيكس H7 بعد كينك تيكس E7 لعبه البيشوب تيكس أول لأنه الوزير تبعه كما طلوب وهلأ ضحى البيشوب تيكس على G7 لاحظوا شون لانه انا بضحي بالفيلين بس بفتح عمود ال H وال G وانتهون مجبر انك تأكل لانه كمان مرة كوين H8 نقلة قاسية جدا فمشان هيك هون اجباري انه الاسود يأكل والجيم كمل كوين G5 اللي هي نقلة كتير مهم يركزه ما هون راح فورا لعب روكسي 3 وسمح له يهرب لا لعب كوين G5 ليش مشان يجبيره يجي على عمود ال H وبعد ال كينك اتش 8 كشوه من ال F6 كما مرة هلا كان ممكن هو هون يجي روكسي 3 بس في مشكلة انه في F6 هون وممكن يغطي مثلا تشك وبيغطي فعليا اوكي روك هون وممكن انه الاسود يكون عنده لعب فكشوه من ال F6 وحطه على ال G8 ولا انت ما عارف الدز هيك ابدا ولا عارف تجيب قلعتك فهلا هون لعب روك على C4 واستسلم هون اللاعب الاسود ليش لانه روك على الجي فور ما الى حل هلا اي الشغلات انت لازم تلاقيها بالجيم تبعك يعني انه انا مثلا هون لو جيت كوين F6 لو جيت روك سي 3 شو بصيره فلازم تلاقي احسن نقلة هي كوين F6 اللي هي بتسكر على ال F7 تجبر الملك يجي لهون والقلعة بتكون ما عارف تدخل فهاي الفكرة وهذا هو التطبيق الثاني خلونا انت لجيم من جيماتي لعبته على البث المباشر فيعني لو انت بتحب انك ترجع له ما غلط اه سواني بس خلونا اتكد ان الرقع واضحة عنكم ان شاء الله تكون واضحة اوكي بتوقع الى هون هي اوضح اه وقت كانت اصني في 2259 و انا يا اخوان فوزت بهذا التكتيك بهذا الستب اقل شي عشر قيمات اقل شي و انا موقعت شدودكم و ضد 200 اينات بتخيلين يعني انت كم جيم رح تكسب فيه ضد خصومك اللي ما بيعرفوها هذا التكتيك كتير فانت حاول تلعب على الستب وحاول تلعب البي ثري يعني انا عمل فيديو على البي ثري بسيط و نفس ما قلت لكم ان عندي عنه كورس لو بتحب تاخده راح تنائي الرابط بس ما اصحك انك تلعب البي ثري بشكل عام سواء انا هتاخد الكورس او ما هتاخده لانه عن جد افتتاح كتير رائع و كتير شرز و كتير ممتع لعبت انا بي ثري و روحت الى ستب اللي هو ستب الدابل بشب سكريفايز نفس ما قلت لكم هون الاصح انه انا العب بشب اي تو تبيت قصير بس احيانا الواحد يحب انه يغامر و ما انا غلطة يعني من هاي انه انا اوكي ممكن احصاني طرعه من السي ثري ابي دا قدي ما بيستعمله انا غالبا يعني بشو بدي ثري الجيم كمل سي فايف تبيت قصير نايت على سي سكس و حطيت احصاني على ال اي فايف ليش مشان افتح للوزير و القلعة و اخلص من هذا المدافع الجيم هون كمل نايت دي سابن و هاي شغل كتير اللعبت لي و لو بتشيك الديتة بيس حتلاقي اقل شي هيكي خمسين ثلاثين جيم ملعوب من هذا الوضع ليش هون الاسود شو بيفكر بيفكر انه لو انا اكلت هيك خصمي بياكل في فورك على القطعتين ولو اكلت بالفيل فهو بياكل اوه هون كأنه فيه بشو بقت سبن مع كوين اتش فايف مع روكب ثري و كمان يعني خصمي عنده ميزة فلين فشو بيفكر انه انا بلعب نايت دي سابن مشان اخلص من هذا اللحصان وبالك اللعبت اف سكس وهيكي انه بشوف هاللحصان ما مريح فلازم اخلص منه وبعد النايت دي سابن هون خصمي ما عاد شاف الضو ابدا نايت تيكس على سي سكس بعد بي تيكس سي سكس الفيلين مفتوح ايلون هل القلعب ممكن تيجي ممكن تيجي هل عن خصمي مدافعين لا امتوا هون شو روحت عامل و ضحيت على ال جي سابن و كشيتوا من الجي فور مهمة كتير لانه هون انا شو كنت عملت تمام فمهم انه انا كشو من الجي فور لو اجي لهون كمان مره يكشمات اجي على ال اتش ايت ولعب يدرك اثري تهدير اتش اثري كانت كشمات تقريبا ما الى حل حاول خصم انه هو يقاوم اكتر لعب نايت اف سكس كشيته من ال اتش اثري اجبار انه هون يغطي نايت اتش سابن لكن كوين اتش فايف كانت كشمات ما الى حل وهيك احنا منكون انهينا هذا التكتيك بتمنى تكتيك هانه يكون عجبكن وبتمنى الحلقة هي تكون عجبتكن واستمدعتو فيها لو اي واحد فيكن كسب جيم بهذا التكتيك بعد ما شاف هذا الفيديو وروحوا اعطوه تجربة يحطوا لي الجيم تابعوا بالكومنتات ولو شفت جيم فعلا حلو وكان تطبيق رهيب او كذا تطبيق راح انزللون على القناة تمام شكرا بكم مشاهدة نشوف مشاهدة من الولايات القادمة الى اللقاء جميعا سلامات شكرا اشتركوا في القناة